الأعثار مبينة الله يقدر علينا مكتوب من قبل يخرجناك التيزر ممكن لأثار برشا جدل أنه يحكي على تسمية بعد خطاب الرئيس في علاقة بدانيال بيامتها لما عنده حتى علاقة بدانيال الصدفة لنقلوا لعبة دورها ديما هذه الظاهرة قراءة الفنان بعض الأحداث ديما موجودة وقتين نقولوا الفنان النبي صحيح ساعات عديد من الفنانين يتنبؤوا بأحداث لنجبوا اللبنانية لنصبح أحصار في تورس ليلة عبدالتيف ولكن ينجم فنان بصورة ونأكد على وقتين يقول كاريكاتور سيبا بيجوراتيف خطر نحب الفن الكاريكاتور جدا والفيلم هذا سيتون كاريكاتور من المجتمع عمتاع اليوم في علاقته بالسياسي في علاقته بالأعلام في علاقته بال باستناع أحداث بالكذب في علاقته بعديد من موقفك كثير من نتصور أنه نلقاوه في الفيلم بخصوص تدخل رئيس قيس سعيد بالتلفزة الوطنية وخطها تحريري وأنشرة الأخبار كيف كيف أصار دانييل الموقف نلقاوه في الفيلم ولا تنجم تعبر عليه حتى خارج فيلم الفيلم مكتوب قبل الخمسة وعشرين جويد يا معناها ما عندي موقف لا موقف ما حورناش هو السيناريو وقع إيدي أو من قبل وملاه ما فهم حتى ممكن يكون موقف إيجابي متعرفش على شن هو فيلم ممكن يكون المخرج وراء هو معناها مواكب لدي أحداث ولكن ما عاد تدخل في الخط التحريري وكل متعرفش معناها الوزارة اليوم تدخل في السيناريو ولا ملاه ما فهميش لا لا ما فهميش اليوم تدخل لا الحق معناها ما فهميش تدخل في الوزارة وحتى الفيلم مش يتعدى في أيام قد تسليمية تعرفي لأيام قد تسليمية من أهم المكسب الموجودة في علاقة بحرية التعبير أن الأفلام لا تشاهد معناها قبل تشاهد للاختيار الاختيارات وهذه لجنة تختار الأفلام اللي مش يكونوا في المسابقة أو في العروض الموازنة ولكن لا ما فهميش وأنا أدرت أيام قد تسليمية وإذا النجم نأكد لك اللي الأفلام اللي تتعدى في أيام قد تسليمية ما عندها لا تخضع إلى الصنصرة ولا تخضع إلى أي الفيلم باش يكون في المسابقة ولا خارج إطار المسابقة الحق ما زلت ما نعرفش معناها الفيلم في زعمة ما تعرشت في العين والله ما زلنا معناها فما فما مؤشرات يقولوا إيجابية ولكن ما زلنا الكونفيرانس نهار 18 ومشي عملوها في باردو جيكروها في متحب باردو أو المارا ما زلت ما زلت ما الحق ما نعرفش معناها لكن باش يكون فما موجود عرض أنا من الأول حبيت نخدم على عرض يكون موجود في أيام قد تسليمائية كما عملت كل عام سلمة بكر والجيدة والكل وكنت انت المهم أنه الفيلم باش يكون في القاعات بداية من يوم 6 نوفمبر نوفمبر بعد أيام قد تسليمائية وعرض في أيام قد تسليمائية كي تشوى في المسابقة الرسمية أو في في عرض موازي مهم جدا لشختي وذي الكلنا عرفوه احنا كمخرجين ومنتجين في الحكاية انتي كنت مدير أيام قرطاج السينمائية قدرت أيام قرطاج السينمائية وديما يصير إشكال حول اللجنة اللي موجودة في أيام قرطاج السينمائية انتي في وسطهم سيبراهيم هل اللجنة اليوم تتعامل السنة في وسطهم لا يعني كنت موجود في يوم ما وطعرف اللجنة كيف تتعامل مع الأفلام عام 92 ديما فمغش من عند المخرجين التوينسا انهم ما يكونوش موجودين في المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية يحسوا انهم يتعرضوا لمظلمة يقول لك احنا انتنتوجوا يتوجوا بلتو أفلامنا البرة في مهرجانات أخرى عالمية أو عربية ولكن في بلادنا لا صار نعطيك مثال مثلا محمد علي النهدي يقول لك إنما لم أتوج في بلادي وتوجت خارج بلادي ودغني مهم زالو كيخذيه وجائزة لم يتوج في بلادي إذا كان في المسابقات معنا هذه كلجنة تحكيم ولكن نحكيه على الاختيار هو وانا كنت ندافع عليها قبل كنا الأفلام التوينسا نعملونهم لجنة لجنة خاصة لاختيار الأفلام التوينسا أنا كنت مدير أيام قرطاج السينمية كنت أتحمل المسؤولية في الاختيارات لأنه مهم أنه يكون لأنه ما هو مدير الأيام قرطاج السينمية هو مدير فني التيتر متاع مدير عام هو هو في الأول وفي الآخر هو مدير فني ومهم جدا أنه يكون الاختيار للأفلام الموجودة في المسابقة بما فيهم الأفلام التونسية تكون تحبر على الخط التحريري لك الإدارة هذه لأيام قرطاج السينمية أظن أنه سناء كذلك ما اشتغلوش على لجنة خارج بل بالعكس اشتغلو معناها وعندك فريد بغدير هو رئيس المهرجين السناء ومدير المهرجين فريد بغدير له من المعرفة وخاصة بالسينما العربية الأفريقية وهو من أكبر النقاط خاصة بالسينما بالسينما بالسفة عامة اللي ممكن يكون إن شاء الله يكون فما برشا فيلم توان سنعرف اللي فما نعرف اللي فما سكسين جيدة اسمها أفاق السينما التونسية اللي مش تكون كذلك فيها مسابقة ويش تكون للأفلام دونك مش شوفوا عديد من الأفلام التوانس إن شاء الله سنعرف شاء الله فما برش أفلام قعد تتصور سيوى مع سلمة بكر باركزم سلمة بكر بونا نعطيك كشكوب أنا من ممثلين مع سلمة بكر في الفيلم نفور كمممثل كمممثل كنت موجود في سلمة بردو لا أنا كنت كنت مجود أكيد كنت موجود كنت صباح وليل وكسكسي بالوح روز بالكروفيد روز بالبوفلي لا لا موجود في اعتسام باردو مبروك سلمة بكر مبروك زيدا المنصف ذويب اللي ما زالك يكمل فيلم جميل جميل جدا معناها يحكي على فترة مهمة كذلك من تاريخ تونس اللي هي الياساريين وعلى سجناء اليساريين مهم جدا ما زالك يكمل التصوير في جوغار في منطقة جوغار في شريط جاغوين دونك فما ديناميكية فما رجوع منصف مهم جدا سلمة بكر هذي الأسماء الكبيرة اللي ماذا بينا تكون مع الشباب الموجود اليوم تكون ديما حاضرة لإسراء السينما تونسيا ولحقيقة معنا خاصة في الوقت متعتوس إبراهيم رو تحدي كبير انك اليوم تعمل فيلم في تونس رو انت جييا وليت صعيبة درويش في الانتاج هكا ولا هي المنجة المنجة فاتمة ناصر هي المنجة المفوضة فاتمة فاتمة ناصر مع أميرة أميرة درويش اللي يتمثل دور مهم كذلك في الفيلم مع نجم نسك الممثلين فاتمة سعيدين محمد حسين قراء شدي العرفيوي شدي العرفيوي ريم فما حسين ساحلي زيدا حسين ساحلي ريم بن مشعود خلود جليدي ربيعة ليلي ممثلة تونسية عيشة فرنسا ممثلة مسرحية معروفة معروفة جدا عديد عديد من حتى فاتمة ناصر موجودة فاتمة ناصر في دور كذيف الشرف مع ضيوف الشرف نرمي سفر وبي الزرد توفيق العيب سي توفيق العيب زيدا كيف كيف من الفناني بشيكونوا حاضرين في المفوف علي إبراهيم الطيف والموسيقى نسرين جابر وويل جابر مهمة برشا فما أغنية أغنية لتتعدى كذلك نسرين نسرين جابر هي الصوت والمؤلف للموسيقى بشيشارك الفيلم في مهرجانات أخرى بخلاف نية مع جي سيتي أكي ما قلت لك روى غريبت وما حكيته ستين أناتولي ما كنتش بشنا نعمل فيلم بعد كتبنا سيناريو بعد الورشة هذي كتبنا سيناريو مع سيناريوست مختصين تبدل سيناريو وقت الكتابة كان اسمه غسل تنوادر فهمت برشا خلو غسل تنوادر اي لا فما قماش في الفيلم ديور غسل تنوادر تتاو تشوفوه فما برشا ما كنت حبينا نخرجوه للجمهور وإن شاء الله معناه يتعرض يكون عرض ناجح في أيام قطة سينماية وهذا العنصر المهم كيفا بوستيل المهرجانات المهرجانات مش صعبة البرا رأي ما عدا المهرجانات الكبيرة المهرجانات اليوم تطلب تطلب تلقى تحب ويزينا نقولوها نهار معناه خاتر اليوم فما تقييم يزينا نعمل تقييم المهرجانات اليوم عندك فيلم حتى فيلم قصير تنجم تمشي 150 مهرجانات هراكس إبراهيم لا سهل لا سهل فهذا مش تغشو علي لمخرجين خليتغشو ما عدا المهرجانات الكبرى بيرلان فينيز كان تورونتو بقيت المهرجانات معناها تنجم تحب تعمل انتي حط ابيجيكتيف 30 40 50 مهرجان انتي وش عندك فلوس عندك وقت أمام المهرجانات هذي لكن مهم جدا أنا ما تضيف كال قريف يوم أكبر إضافة وحضور الفيلم التونسي في مهرجان والعريق اللي هو مهرجان اليوم يحتفل بأكثر من 60 سنة اللي هو أيام قتاز سينماية سينماية